لم تتوقع شابة مصرية الانتشار اللافت للفيديو الساخر الذي شاركته على فيسبوك بعد خبر طلاق أنجلينا جولي وبرات بيت هاجر عبدالله اعتادت نشر فيديوهات ساخرة عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك تنتقد فيها بعض مظاهر المجتمع بلقطات عفوية سجلت ألاف المشاهدات لكن الفيديو الذي حولها إلى نجمة على فيسبوك هو هذا الذي نشرته الأسبوع الماضي ووصل إلى مليون ونصف المليون مشاهدة توجه فيه رسالة ساخرة إلى أنجلينا جولي والتي نالت استحسان المتابعين بالآلاف لقطات من فيديوهات هاجر عبدالله الساخرة نستهلها بالفيديو الشهير الآن عن طلاق أنجلينا جولي كنت متوقعة إيه يا أنجلينا لما تروح تخطف الراجل من مراته الستة الكمة للأمر كنت مستنية إيه خطفت الرجال ما بتكسبش This is lesson for all girls اللي تفكر إن هي تخطف راجل من his wife أو his girl friend مش هتعمل أي difference في الموضوع خطفت براد استنى جيالك دولك جاي بس خلص الأول أنجلينا كنت مستنية إيه أنت تستهلي دورك وحقك وخطيه أصل الدنيا دي دايرك وحقك كده ووصلك وأنا كهاجر شامتانا هاجر جوجاية عن فيسبوك شامتانا عن يو يا أنجلينا وأنا خطفت الراجل خلصنا اهتم بيه مش قعدت الأول إن شاء الله ديم الكبير ما بتجيبش نتيجة دي بالمناسبة عشان بس كل اللي بتفكر تنفخ ابنهم ده هو بيبقى معزور هم مش متحاسبهش هو حاسبه يعني الخطيئة اللي بيرتكبها الأمهات في السبوع بين الأزل والحد النهاردة إن هم وهم بيدقوا لهم بيقولوا الكبلي بتاع اسمع كلام أمك اسمع كلام أمك اسمع كلام أمك فهو الولد لحد ما بيكبر بيبدل لهم اسمع كلام أم اسمع كلام أم اسمع كلام أم بكلمك من رموت بقول لك اسمعت حواب بتاع بنات المصرية دا بنات الروسية دا هو اللي بيقول لك كوز واحدة الروسية وخط أم خمس شقة في دراجل اه يا عم مكتوب على الإنترنت إذن من القاهرة أهلا بك هاجر عبدالله في تغريدة السباح وهذا أول لقاء مباشر لك على الهواء انتقلت به من فيسبوك هنا عبر سكاينيوز عربية ماذا يعني لك أن تصلي بفيديو عفوي بهذا الشكل عن طلاق أنجلينا إلى مليون ونصف المليون مشاهدة الحقيقة أنا متفاجئة جدا بس سعيدة جدا أنا قدرت أوصل للكم دا من الناس بصف النظر عن الناس يعني أنا قدرت أرسم الابتسامة على وجه الناس وهو دا الهدف أنا شايفة أن احنا استغلالنا أنا سمع من الصبح الكلام على الزوج والزوجة والفيسبوك الفيسبوك أنا شايفة أن احنا نستغله يعني استغلال الحاجة اللي احنا محتاجينها في الوقت دا الناس بتدور على الفيسبوك وعلى التلفزيون عشان تنسى الضغوط اللي حاسة بها في حياتها فأنا يعني انبهرت جدا ومبسوطة جدا من الردود أفعال الناس على الفيديو بتاعي إن هي مبسوطة وبقيت أنا حاسة بقيت حاسة بمسؤولية كبيرة جدا عن الأول مع الانتشار إن أنا الناس مستنية مني متعلقة بأمل إنها تلاقي الحاجة اللي تهون عليها يومها سواء أن أنا أنشر حكمة لطيفة تصبرهم أو أن أنا أنشر فيديو يدحكهم أو أن أنا أنائش بفيديو ساخر قضية مهمة في المجتمع أما بالنسبة للفيديو بتاع أنجلينا وبراد دا هو الأهم دا نقلك للنجومية صح؟ بالضبط يمكن عشان بس اسم أنجلينا ويمكن علشان اسم عشان أنا كنت بكلم إنجلش يعني بطريقة ملفتة يعني مبدأينا خارجة لغات وترجمة واشتغلت مترجمة في وقت من الأوقات لا بس يعني للتوضيح أصبح واضح أنه يعني أنت كنت تتحدثين عن سبيل المزاح وهذه ليست لهجتك الإنجليزية مع أنه كثيرون اعتقدوا بأن يعني لم يفهموا السخرية في بداية الأمر صح؟ دا نجاح في حد ذاته أنه هما صدقوا تمثيلي ومعنى أن أنا مواصلة كويسة واو أوكي يعني بس يعني طيب أيضا ربما هاجر نستعرض ربما بعض الانتقادات أوكي الآن أنت شاء من شاء أو أبا من أبا تحولت إلى نجمة يعني بين ليلة وضحها على فيسبوك تمام كثيرون يعتبرون أنه لماذا هؤلاء الأشخاص يتحولون إلى مشاهير ونجوم وهم كل ما قاموا به أن نشروا يعني فيديو ثلاثين ثانية أو دقيقة أين الإنجاز في ذلك أنت كيف تردين أنا شايفة أن أنا زي ما قلت لك في البداية يا جاسي أنه الناس لقيت عندي الحاجة اللي هي مش لقياها ولا في التلفزيون نادر جدا لما تلاقي حاجة مبهجة في التلفزيون حياتنا كلها ضغوط نحن ندور على حاجة يعني استغلنا أي حاجة تحطينا فيها بنحاول نحن نكيبها أكتر ما هي كيبة الناس بتدور على حاجة تهون عليها يومها حاجة تخلي أن أنت تديك سابورت للأمام سوري دعم أنا مش حابة أن أدخل الإنجليش في العرب عشان أنا معتزة بلغتي العربية جدا فهي تدي لك دفعة تكمل بها يومك هما بيدوروا على حاجة مبهجة أنا مش دخل على الفيسبوك أنا دلوقتي رجع من شغلي دخل مسكة للموبايل بتاعي عشان أدخل على الفيسبوك مش عشان أشوف مشاكل وإخناقات يعني أكيد كل حاجة ولها حقها ولازم ندالها حقها بس نخصص لها مكان على الفيسبوك هذا للطرفيه لأننا نود بعض أن تستطيع توصلي لناس صعب أن تستطيع توصلي لها سواء قريب أو الأسرة التي تبقى متفرقة في بلاد أو في أماكن بعيدة عن بعضها وربما كم الأنباء المؤسفة التي نسمع بها هو سبب من أسباب انتشار الفيديوهات التي تقومين بها والاستحسان التي تلاقيه هجر كثيرون أرسلوا تغريدات ورسائل عبر حساباتنا عندما أعلننا أنك ستكونين معنا في هذا اللقاء ويريدون التعرف عليك أن يعرفوا أكثر من هي هاجر طبعا سنبقي الكثير من خصوصياتك هنا أنت كيف ربما تحبين أن يعرفك الناس؟ في الحقيقة هو يمكن الإطار اللي أنا هقوله دلوقتي جزء منه يعني الناس ساعدتني أن أنا ألاقي نفسي فيه أن أنا اكتشفت أنا كنت فكرة أنه هو ده العادي بس اكتشفت أن أنا بحب التمثيل جدا أن أنا واحدة حابة أن هي تناقش قضايا في المجتمع مشاكل بتوجهنا بتوجهنا كل يوم بشكل ساخر توصلوا للناس أن هي تخليهم مبسوطين أن نحن مش عارفة أو أوصلها إزاي بس هي الفكرة أن نحن نحاول نحن نعمل يعني بريق أو بصيص أمل للناس أن الفيسبوك ده حاجة ممتعة وأن نحن نقدر نحن نحل كل المشاكل اللي حوالنا بسيطة هل تسعين وراء الشهرة هاجر أحد المستخدمين يسألك أحد المغردين في الحقيقة هي تحطت علي أنا ما طلبتهاش أعرفها هي عاملة إزاي عشان أقدر أن أنا يعني أختارها أو لا أنا مش عارفة الشهرة دي بتبقى عاملة إزاي لسا طيب يعني الآن مش عارفة يا شهرة تبقى كابقمسة أو لا الفيديوهات التي نشرتها ربما ستنشرين فيديوهات أكثر ستنتشر بطريقة أكبر هل لديك أي فكرة كيف يمكن استغلال هذا الموقف الذي وجدت نفسك به من أجل إما تنفيذ ربح مالي أو أو الانطلاق بمهنة جديدة؟ لا مش مهنة جديدة ولا حاجة هي الفكرة أن أنا حاسدت بمسؤولية أكبر وبقيت أحب أن أنا أشارك الناس بالرأي أن أنا أشوف المشاكل اللي هم عايزيني أن أنا أناقشها هستغلوا أن أنا حابة جدا أن أنا أبقى واحدة بتنشر السعادة يعني أنا حاسة أنه هيبقى لقب كبير قوي قوي بس أن أنا أنشرها بشكل محترم ومؤدب وأنني أبقى بمثل للناس في حياتها وأن نقش المشاكل الصغيرة حتى هاجر على ماذا تعملين الآن؟ ممكن تعطينا فكرة أي أفكار جديدة أي فيديوهات جديدة ينتظروها منك خلال الأيام المقبلة هاتح رأي أفكاري بس في الحقيقة أنا عايزة أتكلم على وقت التلفزيون ونحن إزاي بنستغله وقت التلفزيون ده وقت مهم جدا مفروض أن نحن نستغله استغلال صحيح حتى في الإعلانات أنا مرة كنت سمعت حوار للفنان فؤاد المهندس كان بيتكلم كان بيقول إحنا زمان كانت الناس بتضحك وبتحبنا عشان لما كنا بنتحك بنتحك بجد لما بنهزر بنهزر بجد لما بنعيط بنعيط بجد فإنه كان وقت التلفزيون متوظف لحاجات مفيدة حتى أن أنا عايزة دحكك أنا بشتغل جامد قوي عايزة وصل لك نصيحة أنا بشتغل جامد جدا عشان وصل لك نصيحة تفيدك في حياتك فحاس أنه حتى خصوصا الإعلانات إعلانات زمان كانت بتأثر فينا جدا وبنتعلق بها جدا سواء كانت كل حاجة متكلفة فعايزة أتكلم على وقت التلفزيون دي حاجة مهمة جدا تمام بس ومش أحرق لك كل الأفكار لا واضح ربما حققت جزء من هدفك فيه إضحاق الناس وإضحاقتنا أيضا صباح اليوم سأشكرك هاجر عبدالله كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لك